موسيقى في عنويننا هذه النشرة مكرون استقالة قرداحي تفتح الباب أمام إعادة المبادلات بين لبنان والسعودية فضل الله منفتحون على المعالجات التي تضخ الحياة لجلسات مجلس الوزراء قائد الجيش من بدارو مرضى الجيش لا يزالون يحظون بتغطية صحية شاملة موسيقى الثانية والربع بطاقة بيروت أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb متوجها إلى المملكة العربية السعودية التي وصلها صباحا حيث التقى الأمير محمد بن سلمان في جدة في مستهل زيارته قال الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون سأبحث خلال جولتي في المنطقة الأزمة بين لبنان ودول الخليج وأضاف مكرون لابد للحكومة اللبنانية أن تستأنف العمل من أجل تطبيق الإصلاحات المطلوبة وتابع نقشته مع أمير قطر الوضع في الخليج ولبنان وقضايا استراتيجية وثنائية وأشار مكرون إلى أن استقالة الوزير جورج قرداحي ستفتح الباب أمام أمكانية إعادة المبادلات بين لبنان والمملكة العربية السعودية خلال رعايته حفل إطلاق حملة أخضر على الحدود للعام الخامس أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أننا في حزب الله نعمل من أجل أن تنجح الحكومة في عملها وكنا ولا نزال منفتحين على كل المعالجات التي تؤدي إلى إعادة ضخ الحياة لجلسات مجلس الوزراء ونحن نعبر دائما عن تأييدنا وتشجيعنا لقيام الوزراء بمهامهم ولا عمل الليجان الوزرية وأعداد الملفات والأوراق ولكن أيضا نريد للحكومة مجتمعة أن تعمل وهناك طريق واضح أمام القيمين عليها يستطيعون سلوكه وفي أيديهم معالجات يستطيعون اللجوء إليها للخروج من أزمة عدم اجتماعها لسيما وأن أسباب عدم اجتماعها باتت معروفة تفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون الطبابة العسكرية في بدارو حيث جال في أقسامها واطلع على سير العمل فيها بحضور عضو المجلس العسكري اللواء الركن الياس الشامية ورئيس الطبابة وضباطها وطاقمها الطبي وأنوها العماد عون بالجهود التي تبذلها الطبابة العسكرية رغم التحديات والظروف الاقتصادية الضاغطة موضوع الطبابة يعنيه لكثير وخاصة هلأ بالوضع الاقتصادي السيء والتعاييس ناقص بالأدوية المستشفية أنجا عم تستقبل المرضى وبعد المستشفى العسكري والطبابة العسكرية عم بتأمن الطبابة للعسكر وعيالهم عم بتجيب الأدوية للعسكر وعيالهم بالإضافة لإدارة الأموال بطريقة فعالة بشفافية لا في سرق لا في فساد وقدرته رغم كل ظروف القاسية وارتفاع الأسعار والدولار والوضع الاقتصادي تنزل الفاتورة الطبية إلى حد معقول بدون ما تأسره بتقديم العناية التمريدية والطبية للعسكر وعيالهم بلشت الكورونا بأول 2020 على راحة المرضى بعد تلقي وزارة الطاقة مراجعات عديدة من المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية حول تجاوزات من بعض أصحاب الموالدات الخاصة في تطبيق التسعيرة التوجهية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه حذرت الأخيرة أصحاب الموالدات من التلاعب بالتسعيرة عبر إضافة نسبة 10% عليها في حال لم تتوفر الشروط لذلك أي في حال عدم وجود المولد على ارتفاع 700 ماتر وما فوق أو وجوده في بلدات ذات الأحياء والمنازل المتباعدة وتطلب ممن يحتاجون بخضوع شركاتهم للضريبة على القيمة المضافة طباعة رقم التسجيل الرسمي في وزارة المالية على إيصالاتهم وتقديم صورة عن شهادة التفئة للبلديات المعنية وتمنت على البلديات والسلطات المحلية متابعة هذا الأمر كما حذرت وزارة الطاقة والمياه من الأكلاف الإضافية التي يحاول بعض أصحاب الموالدات فرضها على المواطنين ككلفة تصليح خطوط التوزيع وسواها وتشدد على أن المواطن يتحمل فقط مسؤولية تصليح العداد والقاطع والخط الممتد من العداد ولغاية المنزل وليس الأقصام التي تقع قبل ذلك وإذ أثنت وزارة الطاقة والمياه على القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة في موضوع تركيب العدادات أهابت بأصحاب الموالدات الخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة تنفيذ القرار النشرة مستمرة بعد الفصل أفادت وكالة روترز نقلا عن ممثل لوزارة الخزانة الأمريكية بأن الوزارة ستفرط سلسلة عقوبات على الأشخاص الذين يشك الأمريكيون بتورطهم بالفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ويشاركون بتقويد الديمقراطية ولفتت إلى أن العقوبات التي ستصدر الأسبوع المقبل هي في إطار قمة الديمقراطية التي تنظمها الإدارة الأمريكية مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية ستعلن أيضا عن مقترحات تهدف إلى سد الثغرات في التشريعات التي تسمح للمسؤولين الفاسدين باستخدام سوق العقارات ومع هذا الخبر نصل إلى ختام النشرة للمزيد تابعوا الو تي في عبر انستجرام فيسبوك وتويتر شكرا للمتابعة إلى اللقاء